هو النهاردة الأهلي بتواجه لأنه عنده مؤسسية حقيقية الأهلي يسوق الأهلي يبيع ويشتري الأهلي يبني فروع فيستثمر فيفتح أرزاق لناس يعني هو والله مش كلام كبير والحال بغض النظرة كابتن عن المفاجآت البلد بقى بتعمل ايه بقى؟ البلد شغال في مناحي الحياة مفاجآت قادمة في الناحي الاستثمارية طبعاً ما أنا بكلم خضرتك في كده